كل كامي يوم يخرج فنان يتناسق وبعد عن الفن ومبقاش بيطلب في أعمال كتير زي الأول ويقول إن حالته بقت صعبة ومش لقي يصرف على نفسه أو إن حالته الصحية بقت صعبة ومش عارف يعيش دا حال فنانين كتير جاء عليهم الزمن بعد ما كانوا بيقدموا أدوار ثانوية في أعمال كتيرة وفجأة ومع تقدمهم في العمر بدأ الشغل يقل والحالة بقت مش ولابد آخر فنان طلع يحكي اللي حصل معاه وقلب الدنيا عليه هو الفنان سامي عبدالحليمة واللي ياما اشتغل في مسلسلات وكان اسمه لازم يبقى موجود في أعمال فنية دا لأنه صاحب كاريزمة معينة المخرجين بيحتاجوا إنها تبقى موجودة في الأعمال سي أمه كلسوم أوراق مصرية الدالي بعض الطفانة وكان آخر عمل شارك فيه هو مسلسل زلزال سنة 2019 سامي عبدالحليم بيعيش حاليا حالة صحية صعبة بسبب اللي وصل ليه ولي خليه ما بيقدرش يتحرك والعلاج اللي ينفعله موجود بس في الصين طبعا هو مش هيقدر يسافر بسبب حالته الصحية فهو دلوقتي بيحاول إنه يكمل علاجه بأحسن طرق متاحة وهي العلاج الطبيعي والمشية وطبعا دا تكاليفه غالية جدا الكمان إنه خلاص ما بقاش مستحمل الظروف اللي بيمر بيها لمديا ولا صحيا ولكن دكتور أشرف زاكي نقيب الممثلين قرر يسعد سامي عبدالحليم ويخلي النقابة تتكفل بعلاجه وتصفره بور البلد ويشوفه اللازم لي ويعمله طبعا دي مش أول مرة نقيب الممثلين يعمل كده فأي حد بيتعرض لأزمة صحية هو بيعرف بها بسرعة جدا وبيستجيب ويقرر يعلجه على نفقة النقابة أما الفنان إبراهيم أبو العطا واللي ندم على إنه شارك في فيلم أريكلام لإنه اتحرك قدام ولاده بسبب المشاهد اللي ظهر فيها شكة من قلة الشغل اللي بيتعرض عليه الفترة دي ولإنه مناخ الشغل بالشكل عام ما بقاش حلوة وعلشان كده في ناس كتير اختفت الفترة اللي فاتت أما بقى صالح العويل واللي شارك في أعمال سينمية كتير جدا مع كتير من النجوم زي عد الإمام محمود عبدالعزيز أحمد زاكي وغيرهم كتير لكن آخر عمل شارك فيه كان سنة 2015 والناس بعدها فكرت إنه فرق الحياة إنه بيقدموا العزاء لأولاده لما بيشوفوهم طالع عايش بس هو بعد عن كل حاجة لها أي علاقة بالوغصة الفني تماما إنه خلاص كبر في العمر وصحيته ما بقتش تساعده أبدا ومش هيلف على منتجين علشان يشغلوه بس هيقول إيه ما هول بعيد عن العين بعيد عن القلب إنه برضو قد تاريخ طويل و320 عمل فني مش قليلين يعني علشان يلف على الناس علشان يشغلوه بس الأكيد إن الكاميرا وحشيته ونفسه يرجع يمثل من تاني مش بس ده اللي قاله كمان كشف حقيق لما ظهر في الفترة الأخيرة عن عاد الإمام وقال إنه كان بيعمل الناس اللي قال منه وحش وبسطاء بالنسبة لي ما لهمش أي لازمة وبيعملهم وحش الناس استغربت جداً الكلام ده بس قالوا إنه هو اشتغل معه كتير وأكيد عارف طباعه أما الفنان حسان العربي وهو اللي بدأ في الكلام عن الاستبعاد اللي بيعني جيله كله وفجأة بعدها ظهر كتير من جيله يتكلموا عن نفس المشكلة والمعاناة اللي بيعنوها وده بقى بعد ما مصطفى شعبان وعد وإنه يشتغل معه في المسلسل الجديد بتاعه وخليبية بالرغم من إنه رحلوا باركلوا وقالوا إنه إن شاء الله حتى تشغلني معاك سمكة بما إنك يعني طالع تاجر سمك في المسلسل بتاع رمضان الجاي بس طبعاً قالوا حاضر وما كلموش وده ضيق جداً لإنه عاش على الوعد اللي هو وعده ليه بس ما عملش حاجة وما كلموش والظروف العربي بقى حالياً مش ولابد ده لإنه ما بقاش مع فلوس خالص المشوار عنده بيتحسب بالجنيين ووصلت كمان إنه بياخد المشاويت بتاعتهم مشي علشان يوفر فلوس لإنه أصلاً ما بقاش معاه دول بس من الفنانين اللي بيعانوا من أزمات صحية ونفسية والزمن جاء عليهم في غيرهم كتير وجزء منهم اتكلم وجزء كبير لا وربنا أعلم بحال كل واحد اشتركوا في القناة